شاب يتيم الأب قامت أمه بتربيته على طاعة الله حتى تخرج من الجامعة وعمل بمنصب مرموق وعندما أراد الزواج نصحته أمه باختيار فتاة ذات خلق ودين تعينه على تقوى الله والأخذ بيده إلى الجنة ولكن الإبن كان قد تعلق قلبه بزميلة له في الجامعة من أسرة ثرية كانت جميلة ولكنها غير ملتزمة وقال في نفسه سأستطيع أن أغيرها وأجعلها تواضب على الصلاة وقراءة القرآن والعمل على ما يرضي الله عز وجل في بداية الأمر لم توافق الزوجة على وجود والدة الشاب للعيش معهما ولكن أهلها أخبروها بأن الشاب في منصب مهم وأن أمه سوف تموت بعد عام أو عامين وافقت الفتاة على مضض وبعد عودتها من شهر العسل ومع أول يوم تجتمع فيه بحماتها على مائدة الطعام قامت الزوجة من على المائدة غاضبة ودخلت حجرتها فذهب إليها الشاب بعد أن انتهى من طعامه مع أمه ليعرف سبب ابتعادها فقالت له يد والدتك متاسختان وقد أفسدت لي شهيتي وعليك أن تجعلها أن تأكل على مائدة أخرى بمفردها لأني بعد اليوم لن أجتمع معها على مائدة واحدة فوجودها معنا يضيقني قال الزوج في هدوء كما تعلمين ليس لها أحد غيري وهي عجوز وتحتاج رعايتي قالت الزوجة اذهب بها إلى دار المسنين وإن لم تفعل سوف أذهب إلى بيت أهلي قال الزوج مبتسما فكرة رائعة ولكن والدك اتصل بي أثناء تناول الطعام مع أمي ويريد حضورنا جميعا عنده في المنزل غدا فلماذا يا ترى قالت الزوجة عندما غادرت المائدة اتصلت به وغدا ستعرف لماذا أما الآن سأنام عاد الزوج إلى أمه فسألته ما الخبر يا بني هل زوجتك مريضة لذلك تركت الطعام إن كانت مريضة أذهب وأحضر لها طبيبا حرام أن تنام جائعة ومريضة قال الزوج اطمئني يا أمي سوف ترتاح قليلا ثم تأكل وغدا سوف أخذك إلى مكان سيتغير فيه كل شيء ولكن أريد منك أن لا تعترضي أو توبخيني على تصرفي قالت الأم لن أضغط عليك لتشرح لي الأمر وأعلم أنك تتصرف دائما بما يرضي الله وفي اليوم التالي ذهب الزوج وأمه وزوجته إلى أهل الزوجة وأعدت مائدة الطعام ثم أخذ والد الزوجة زوج ابنته على انفراد وأخبره بأن ابنته في حزن بسبب وجود والدته معهما ومن حقها أن تعيش معه بدون أمه ثم هدده بأن زوجته لن تعود معه إذا لم يوافق على طلبها اليوم فابتسم الزوج ثم ذهب إلى مائدة الطعام فلم يجد أمه جالسة أمامها وعرف من زوجته أنها أخذتها إلى المطبخ لتأكل مع الخدم فنظر الزوج إلى أهل الفتاة وهم جالسين على مائدة الطعام وقال لهم بغضب لن أستطيع أن آكل معكم لأن أهديكم قذرة كقلوبكم تدعوني لكي أطرد أمي التي عانت وشقيت وتألمت من أجل تربيتي يا لكم من أسرة قاسية لا يشرفني الارتباط بها ثم نادى على أمه فتخرج وهي لا تعلم بشيء ويجري نحوها والدموع على خديه ويقبل كفها ورأسها وينكب على أقدامها بلهفة ويقبلها ثم يقول لأمه بعد أن احتضنها وحملها هيا يا أمي خذيني برضاك إلى الجنة وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس والعافين عن الناس والله يحب المحسنين ثم يلتفت لأهل زوجته ويقول لهم لي الجنة ودنياكم لكم يقصد زوجته سأتركها عندكم شهرا دون طلاق إذا أرادت العودة لأكون أنا وهي كخادمين لأمي فأهلا بها وإن ظلت كما هي فستصلها ورقة طلاقها بعد انتهاء الشهر وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا في إحدى قرى محافظة كفر الشيخ تزوجت فلاحة بسيطة اسمها مبروك خفاجي من فلاح بسيط كان يعمل بالأجرة واسمه إبراهيم عطا وبسبب ضيق الحال وعدم قدرة الزوج على الإنفاق على زوجته قام بتطليقها رغم أنها كانت حاملا في الشهور الأخيرة وبعد الطلاق انتقلت مبروكة مع والدتها وأخيها إلى الإسكندرية وأنجبت ابنها علي إبراهيم وقررت أن تفعل كل ما بوسعها لتربيته وتعليمه على أحسن وجه ورغم أنه كان لدى هذه السيدة الأصيلة مئة سبب وسبب لتندب حظها وتشكو للناس وتكره كل الرجال وتقوم بتسريح طفلها ليبيع مناديل في الإشارات أو يتسول في الشارع إلا أنها لم تفعل أي من هذه الأشياء بل استعانت بالله عز وجل وتوكلت عليه وقامت ببيع الجبن في شوارع الإسكندرية وأدخلت ولدها علي مدرسة رأس التين الأميرية وبعد أن نجح علي وحصل على الإبتدائية جاء والده إلى الإسكندرية ليأخذه ويقوم بتوظيفه بالشهادة الإبتدائية لكن الأم كان حلمها أكبر بكثير من الوظيفة لذلك قامت بتهريبه من سطح بيتها إلى سطح البيت المجاور وهربت به إلى القاهرة وهناك أدخلته المدرسة الخيديوية في درب الجماميز وكلما أراد من حولها إحباطها بأنها لن تستطيع تحقيق حلمها كانت تبتسم بثقة كبيرة وتقول لهم من يستعم بالله ويحسن التوكل عليه يتحقق له المعجزات وكل ما أراد ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا ولتحقيق أملها عملت لدى أسرة ثرية لتستطيع أن تنفق على تعليم ولدها وبالفعل تفوق علي في دراسته واستطاع دخول مدرسة الطب عام 1897 وتخرج منها عام 1901 وبعد 15 عاماً مرض السلطان حسين كامل بالسرطان واحتر الأطباء في مرضه حتى اقترح العالم البيولوجي الدكتور عثمان غالب على السلطان اسم الدكتور علي إبراهيم فوافق السلطان على استدعائه وبفضل من الله استطاع الدكتور علي علاجه بعدما أجر له جراحة خطيرة وناجحة فقام السلطان بتعيينه جراحاً استشارياً للحضرة العلية السلطانية وطبيباً خاصاً للسلطان ومنحه رتبة الباكوية في عام 1922 ثم منحه الملك فؤاد الأول رتبة الباشوية وفي عام 1929 تم انتخاب الدكتور علي باشا إبراهيم ليكون أول عميد مصري لكلية الطب بجامعة فؤاد الأول وفي عام 1940 تم تعيينه وزيراً للصحة وفي نفس العام أسس علي باشا نقابة الأطباء وأصبح أول نقيب للأطباء في تاريخها لقد استطاعت هذه الفلاحة الأمية المطلقة أن تحقق ما لا يستطيع تحقيقه أعظم الرجال استطاعت تحقيق هذا الحلم المستحيل باستعانتها بالله دائماً في كل الأمور وكان الله دائماً معها في قصة كفاحها التي تستحق أن نطلق عليها المعجزة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون طبيب ماهر في مهنته وعلى خلق ودين كان في نوبته في قسم الطوارئ وأدخل عليهم شاب في مقتبل العمر وهو في حالة يرثى لها أحضره أحد الشباب وقد أصيب في حادث السيارة ولكن الحالة كانت خطيرة جداً وبعد الكشف عليه ووضعه في العناية المركزة شاء الله أن يتوفى فقام الأطباء بالبحث في أوراقه ووجدوا رخصة القيادة التي حصلوا منها على رقم هاتف منزله وقام الطبيب بالاتصال على أهله على الفور ولما رد عليه أحد الرجال تبين له أنه والد الشاب فلم يقل له أن ابنك مات بل قال له أنت والد فلان إنه في مستشفى كذا وهو الآن في العناية المركزة ونسألك الحضور بسرعة أسرع الأب وكان شيخاً تقياً ولما وصل إلى المستشفى كان في حالة من الحزن الشديد ويبكي بكاءً يقطع قلوب الأطباء فلم يخبره بالوفاة خوفاً عليه من الصدمة وأن يحدث له مكروه ولما اقترب منه الطبيب ليصبره قال له يا ولدي أنا لا أبكي لأن حالة ابني خطيرة وربما يتوفاه الله وإنما أبكي للحب الكبير بيني وبين خالقي لقد شرح الله صدري وأنا في الطريق إليك وأنا واثق كل الثقة بأن ولدي لن يموت وأقسم لك على هذا لقد رزقني الله هذا الإذن بعد صبر طويل جميل وبعد أن رزقني بسبع بنات قمت بتحفيظهن جميعاً القرآن كاملة وكنت مع كل بنت أحمده وأشكره وأعيش لحظات سعادة لا وصف لجمالها وأيضاً في كل مرة كنت أطلب منه أن يرزقني بالولد وعندما استجاب لي كان بيني وبينه علاقة لا أستطيع أن أصفها لك ومن حسن ظني به كنت على ثقة أن ولدي لن يموت في حياتي وهذا ما أشعر به الآن ثم عاود الأب البكاء بصوت منخفض وأخذ يردد الحمد لله فتألم الطبيب جداً لحالته ونظر لثقة الأب بربه وبأن ولده لن يموت في حياته دخل الطبيب ليتأكد من الوفاة ولم يقم الشيخ من مكانه ليدخل مع الطبيب ليطمئن على ابنه وعندما عاد الطبيب قال له الأب لا تقلق أيها الطبيب ولدي بخير وسيعود معنا لبيتنا بكى الطبيب وارتمى في أحضان الأب وفجأة دخل عليهم شاب في الخامسة والعشرين من عمره وأسرع إلى الشيخ وأخذ يقبل يده ويعانقه وأخذ الشيخ يعانقه ورجله ترتأش والأطباء ينظرون إليهما متعجبين فقال لهم الشيخ وهو في حالة من الذهول والفرح هذا ابني هذا ابني تعجب الطبيب بعدما تأكد أن هذا الشاب هو بالفعل ابن الشيخ فسأل الطبيب الابن إذن من هذا الشاب الذي توفى؟ قال الابن إن الذي مات كان أحد أصدقائي وقد طلب مني رخصة القيادة الخاصة به لأن رخصته فقدت وهو مضطر إلى الذهاب لمكان ولا وقت لعمل الرخصة الجديدة وفي لحظة واحدة قال جميع الأطباء والحاضرون سبحان الله وتأكدوا من حسن ظن الشيخ بربه وثقته فيه وبالفعل عاد الشيخ لبيته ومعه ولده ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كان في أسفل إحدى العمارات مستودعات وفي أعلاها شقق سكنية وفي جوف إحدى الليالي كانت هذه السيدة نائمة وهي تحضن بين يديها طفلها الرضيع وقد نام بجوارها طفلتاها الصغيرتان وأمها الطاعنة في السن أما زوجها فقد غاب عنها نظرا لظروف عمله وفجأة تستيقظ هذه السيدة بعد منتصف الليل على صياح وضوضاء وإذا بحريق قد شب في أسفل تلك العمارة ورجال الإطفاء يطلبون من الجميع إخلاء العمارة والصعودة إلى السطح وإلا تعرض كل من بشقق العمارة إلى الهلاك قامت تلك السيدة أيقظت صغيرتيها وطلبت منهما الصعودة إلى السطح فأطاعتا والدتهما وصعدتا ثم بقيت تلك الأم في موقف لا تحسد عليه حيث كانت تنظر إلى صغيرها الرضيع الذي لا يستطيع حراكا وإلى أمها الطاعنة في السن العاجزة عن الحركة أيضا بينما كانت النيران تتصاعد إلى شقق العمارة فوقفت متحيرة أن تقدم البر وتحمل أمها أن تقدم الأمومة وتحمل رضيعها وبسرعة وقبل فوات الأوان قررت بأن تبدأ بأمها قبل كل شيء وتترك صغيرها فحملت أمها وصعدت بها إلى سطح العمارة على أمل أن يصعفها الوقت وتستطيع النزول إلى شقتها مرة أخرى وتحمل رضيعها وما إن صعدت هذه السيدة بأمها بعض درجات العمارة إلا والنيران تداهم شقتها وتدخل على صغيرها وتلتهم تلك الشقة وما فيها تقطع قلب السيدة وسالت دموعها وأكملت صعودها إلى سطح العمارة لتضع أمها ثم جلست تبكي في حسرة كبيرة على طفلها الذي دهمته النيران ولم تستطع إنقاذه ظلت هذه السيدة تبكي حتى تم إطفاء الحريق تماما وفرح الجميع إلا هذه الأم المسكينة ومع بزوغ الفجر أعلن رجال الإنقاذ عن طفل حي تحت الأنقاذ بفضل الله ورحمته فأسرعت الأم إلى رجال الإنقاذ وكم كانت دهشتها وفرحتها عندما وجدت طفلها حيا يبتسم لها فسجتت لله شكرا وحمدته على لطفه بها فقال لها الحاضرون والدموع في أعينهم إنه البر وإنه عاقبة البارين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا في ليلة العيد دخل زوج محل مجوهرات ومعه زوجته وخلفه أمه تحمل ولده الصغير أخذت زوجته تشتري من الذهب الكثير فقال الزوج للبائع كم حسابك؟ قال البائع عشرون ألف ومئة ريال فنظر الزوج إلى الميزان والثمن فوجده عشرون ألفا فقط فسأل البائع ومن أين جاءت المئة؟ فقال البائع أمك اشترت خاتما بمئة ريال فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقال لها العجائز أمثالك ليس لهن ذهب بكت الأم عندما سمعت هذا الكلام وذهبت إلى السيارة فقالت له زوجته ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا كأن أمه خادمة عندهم وبعد أن عتبه بائع المجوهرات فذهب الزوج إلى السيارة وقال لأمه خذي الخاتم إن أردتي فقالت أمه لا والله لا أريد الخاتم ولكني أريد أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس ولكنك قتلت سعادتي سامحك الله وبعد ستة أشهر من هذا الموقف كان الإبن يكثر من أخذ أقراص تؤثر سلبا على صحته فتدخلت أمه بدافع خوفها على صحة ولدها وحبها له وألقت بالأقراص من شرفة البيت فجن جنون الإبن وقام بطرد أمه من البيت فخرجت وهي تقول أسعدك الله يا ولدي انقطعت أخبار الأم عن ولدها فترة من الزمان أصيب خلالها الإبن بمرض دخل على إثره المستشفى وعندما خرج انتكس وساءت حالته النفسية وفقد الوظيفة والبيت وتراكمت عليه الديون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وفي أحد الأيام كان يشاهد التلفاز فاستمع إلى أحد الشيوخ يتحدث عن بر الوالدين وصلة الرحم وأن هذا البر يأتي بالرزق الوفير ويخرج الإنسان من همه ويفرج كربه فعاد إليه صوابه وعلم أن ما أصابه من سوء كان بسبب عقوقه لأمه فنهض مسرع يبحث عن أمه حتى وجدها لقد وجدها تسكن في حجرة صغيرة أسفل مسكن تأكل من صدقات المحسنين فألقى بنفسه عند قدميها وبكى بكاء مرا فما كان منها إلا أن شاركته البكاء ثم عادت معه بعد أن سامحته وبعد أن أصبح بارا بها شفي من كل مرض وعادت إليه وظيفته وانتقل لبيت رائع وقضيت كل ديونه بسبب رضا أمه ودعائها له وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا في ليلة العيد دخل زوج محلم جوهرات ومعه زوجته وخلفه أمه تحمل ولده الصغير أخذت زوجته تشتري من الذهب الكثير فقال الزوج للبائع كم حسابك؟ قال البائع عشرون ألف ومئة ريال فنظر الزوج إلى الميزان والثمن فوجده عشرون ألفا فقط فسأل البائع ومن أين جاءت المئة؟ فقال البائع أمك اشترت خاتما بمئة ريال فأخذ ابنها الخاتم ورماه للبائع وقال لها العجائز أمثالك ليس لهن ذهب بكت الأم عندما سمعت هذا الكلام وذهبت إلى السيارة فقالت له زوجته ماذا فعلت؟ لعلها لا تحمل ابنك بعد هذا كأن أمه خادمة عندهم وبعد أن عتبه بائع المجوهرات فذهب الزوج إلى السيارة وقال لأمه خذ الخاتم إن أردتي فقالت أمه لا والله لا أريد الخاتم ولكني أريد أن أفرح بالعيد كما يفرح الناس ولكنك قتلت سعادتي سامحك الله وبعد ستة أشهر من هذا الموقف كان الإبن يكثر من أخذ أقراص تؤثر سلبا على صحته فتدخلت أمه بدافع خوفها على صحة ولدها وحبها له وألقت بالأقراص من شرفة البيت فجن جنون الإبن وقام بطرد أمه من البيت فخرجت وهي تقول أسعدك الله يا ولدي انقطعت أخبار الأم عن ولدها فترة من الزمان أصيب خلالها الإبن بمرض دخل على إثره المستشفى وعندما خرج انتكس وساءت حالته النفسية وفقد الوظيفة والبيت وتراكمت عليه الديون وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وفي أحد الأيام كان يشاهد التلفاز فاستمع إلى أحد الشيوخ يتحدث عن بر الوالدين وصلة الرحم وأن هذا البر يأتي بالرزق الوفير ويخرج الإنسان من همه ويفرج كربه فعاد إليه صوابه وعلم أن ما أصابه من سوء كان بسبب عقوقه لأمه فنهض مسرعا يبحث عن أمه حتى وجدها لقد وجدها تشكن في حجرة صغيرة أسفل مسكن تأكل من صدقات المحسنين فألقى بنفسه عند قدميها وبكى بكاء مرا فما كان منها إلا أن شاركته البكاء ثم عادت معه بعد أن سامحته وبعد أن أصبح بارا بها شفيا من كل مرض وعادت إليه وظيفته وانتقل لبيت رائع وقضيت كل ديونه بسبب رضا أمه ودعائها له وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا توفي الأب وابنه الوحيد يبلغ من العمر ثلاث سنوات فقامت الأم بتربيته ورغم تقدم الكثير للزواج بها لأخلاقها وجمالها إلا أن الأم رفضت كل المتقدمين وفضلت تربية ابنها كبر الإبن وأصبح شابا وكانت الأم توصيه بالصلاة والتقرب إلى الله ولكنه كان لا يستمع لها ودائما كان مجغولا عنها بسبب جلوسه الدائم أمام الإنترنت الذي كان يعطيه أغلب وقته ونادرا ما كان يجلس مع أمه ويتبادن معها الحديث وفي يوم دخلت الأم عليه وعاتبته أنت لا تشعر بي ولا بوجودي ولا تسأل عني ولا عن أحوالي بسبب هذا الجهاز العين حتى فرض الله لا تؤديه فرد ابنها مازحا أبشري يا أمي فسوف أشتري لك جهازا مثله وأنت تجيدين القراءة والكتابة ولن تملي من جلوسك أمامه طوال اليوم صمتت الأم في حزن وظل الابن مجغولا عنها حتى كان اليوم المشؤوم الذي رأت فيه ابنها وهو يشاهد أفلاما إباحية فصرخت في وجهه ما هذا؟ اتق الله يا بني ثم أخذت توصيه بقلب الأم وهي تبكي طالما حياتك كلها هكذا فأنا أخاف أن تموت على ما أنت علي فمن عاش على شيء مات علي وكعادته لم يهتم الابن بنصائح أمه بل سخر من كلماتها وطلب منها أن تغادر حجرته ولا تتدخل في شؤونه فخرجت وهي تبكي وتدعو الله أن يتوب عليه مما هو فيه وبعد يومين فقط كانت الفاجعة حين اتصلت الأم بأخيها إمام المسجد وهي تصرخ أسرع يا أخي فأنا في كارثة أسرع الأخ إليها وحين رأته أغمي عليها وحين أفاقت أخذت أخاها وأدخلته غرفة ولدها فإذا بولدها عار الجسد وجالس أمام الكمبيوتر ويشاهد من خلاله فيلما إباحيا ولكنه ميت وأمه تصرخ وتقول لأخيها لم يكن يصوم أو يصلي فما مصيره يا أخي بكى الأخ ولم يستطع أن يتفوه بأي كلمة حتى بعد أن غسله وكفنه ودفنه لم ينطق بكلمة حتى لا يزيد من أحزان أخته ولكنه قال بينه وبين نفسه من غضب الله عليه أماته بهذه الميتة وسيلقى ربه هكذا يوم القيامة أمام جميع البشر فقد أخرج مسلم عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليها ولا حول ولا قوة إلا بالله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أُولَئِكَ هُمُ مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشِيَةِ اللَّهِ وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الويب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيم العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشرفون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم أهدي إلى رسول الله يوما وهو في مجلسه مع أصحابه فشرب بعضا منه وأراد أن يسقي أصحابه معه كما تعود على ذلك فإذا عن يمينه عبد الله بن عباس وكان غلاما صغيرا وعن يسار الرسول صلى الله عليه وسلم وأمامه كبار الصحابة وشيوخهم رضي الله عنهم وحسب أدب الإسلام فإنه ينبغي أن يبدأ بالشرب الجالسون إلى اليمين لكن أن عباس كان صغير السن فهل يبدأ به ويؤخر الصحابة الكبار؟ لذلك استأذن الرسول من ابن عباس وأخذ رأيه في أن يبدأ بالكبار قبله ولكن ابن عباس لم يوافق وقال للرسول والله لا أسمح لأحد أن يشرب بعدك مباشرة غيري أنا الأسبق إلى هذا الفضل احترم الرسول رأيه وأعطاه ليشرب فما أعظمك يا رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجين كزرع أخرج شطأه كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما هذه قصة الحقيقية يحكيها صاحبها فيقول عندما كان عمري ست سنوات وقبل أن أعي الحياة وأدركها كما ينبغي صحوت على مأساة عائلية لقد طلق والدي أمي وكل منهما تزوج فأصبحت تائها ضائع بين الاثنين وكما يقولون أمران أحلاهما مر فعند أبي كنت أقابل بمكر زوجته أما عند أمي فكان زوجها يكشر عن أنيابه دائما في وجهي ومع هذه الظروف العائلية غير الطبيعية ومع التفكك الأسري سقطت في وكر بعض الأشرار وأمضيت الوقت ما بين شرب وتعاط وإدمان وحينما يسألني أبي عن أين كنت أقول له عند أمي وحينما تستفسر أمي عن غيابي أقول لها كنت عند أبي وهكذا يظن كلاهما أنني موجود وفي الحقيقة كنت مفقودا ويعتقد كلاهما أني حاضر وكنت في تلك الأثناء غائبا عن الحياة ساقطا في الضياع كانت هذه هي الظروف التي ألقت بي في الهاوية ولكن كيف خرجت إلى شط الأمان كان لذلك قصة ففي ليلة من الليالي وبعد سهرة تطايرت فيها الرؤوس وتلاعبت بها المخدرات خرجنا من هذا الوكر لكي نتنفس الهواء العليل ليزيدنا طربا على طرب ونشوة إلى نشوة وبينما كنا في سعادة مرهونة غامرة وتغيب عن الدنيا كاذب إذ بالسيارة تنقلب عدة مرات كنا أربعة من الشياطين داخل السيارة توفي الثلاثة ولم يبق إلا أنا لقد نجوت بأعجوبة بفضل الله تعالى وأفقت من الغيبوبة الصغرى عقب الحادث على حقيقة الغيبوبة الكبرى التي كنت أحياها واكتشفت نفسي من جديد بعد أن انتابني خوف شديد أن ألقى الله وأنا مدمن وفي حالة سكر شديدة ويكون مصير النار فشعرت أن الله نجاني لأنه يحبني فأحببته وقررت أن أقترب منه ولا أغضبه أبدا لقد شعرت بالإيمان بعد أن مات الإحساس لدي وعدت إلى الله ضارعا مستغفرا حامدا شاكرا لأنه تولاني وأنقذني من موتتين موت السيارة وموت الإدمان فخرجت من المستشفى إلى المسجد مباشرة بعد أن قطعت كل صلتي بالماضي وعندما دخلت المسجد وصحبت القرآن الكريم وجدت متعة ولذة حقيقية وليست وهمية مثل التي كنت أعيشها وأنا مدمن وأصبح القرآن الكريم أوفى صديق لي يلازمني وألازمه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نطربها للناس لعلهم يتفكرون بركة دعاء الوالدي طبيب أسنان سوري اسمه مجد ناجي تخرج وسافر للإمارات للعمل وأنشأ العيادة الخاصة به قام بتأجير عيادة وبدأ يدفع إيجارها شهرا وراء شهر ولكن العيادة لم يأتي إليها أحد حتى كادت نقوده المتبقية تنفذ وبالفعل بعد وقت قصير نفذ كل ما معه من نقود في هذا الوقت فكر في الاقتراض من أصحابه فلم يقرضه أحد فبدأ يتوسل لصاحب البيت الذي به العيادة ليؤخر الإيجار لبعض الوقت فأعطاه صاحب البيت مهلة وبعدما انتهت المهلة أخبره صاحب البيت بأنه سيحول الموضوع للمحكمة وربما طردوه خارج البلاد بعد إغلاق عيادته شعر الدكتور مجد في هذا الوقت أن الدنيا أصبحت سوداء في وجهه وفي وسط هذه الظروف اتصل به والده من سوريا ليطمئن عليه ويخبره بأنه يحتاج لبعض الأموال لأن الأوضاع عنده غير مستقرة فمد الدكتور مجد يده في جيبه وأخرج آخر مبلغ معه وأخبر والده بأنه سيرسل له في الغد مبلغا وهو يحدث نفسه في كل الحالات هناك أزمة بعدما حول الدكتور مجد المبلغ لأبيه في سوريا ذهب إلى صاحب البيت يستعطفه ليؤجل القضية ولكن صاحب البيت رفض طلبه فأدرك تماما أنه كطبيب أسنان انتهى مشواره تماما في هذا البلد قبل أن يبدأ وأثناء عودة الدكتور مجد من عند صاحب البيت اتصلت به مديرة عيادته تخبره أن العيادة ممتلئة عن آخرها بالمرضى وطلبت حضوره بأقصى سرعة ممكنة فظن أن مديرة عيادته تمزح معه وعندما أقسمت له أنها صادقة أسرع وذهب للعيادة فوجد ما قالته مديرة عيادته صدقا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا كان بالفعل رجل وعائلته بأكملها فكشف عليهم وعالجهم وكان ثمن الكشف والعلاج هو بالتمام أجر العيادة المتأخرة وأيضا المبلغ الذي أرسله لوالده فسبحان الله ومنذ هذا اليوم والعيادة تمتلئ بالمرضى حتى أصبح الدكتور مجد أكبر طبيب في الخليج وأصبح له برنامجا ثابتا على القنوات الفضائية الخليجية بل وأصبح طبيبا شخصيا للكثير من المشاهير في الوطن العربي بأكمله إن من أسباب الرزق صلة الرحم وبر الوالدين وصلة القرابات وصدق رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم حينما قال من أحب أن يفسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه متفق عليه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون أصاب الكبر الشديد رجلا تجاوز الثمانين من العمر فأصبح في بعض الأحيان يفقد وعيه وذاكرته حتى يصبح كالمجنون ثم تعود إليه وهكذا كان هذا الرجل قد قام بتزويج أولاده الثلاثة وأسكنهم في نفس البيت الذي يعيش فيه ولكن زوجات أبنائه شعروا بضيق شديد من وجود هذا الأب ولذلك وضعت الزوجات الثلاث خطة لطرد هذا الأب وألححن على أزواجهن إلحاحا شديدا حتى يتقبلوا هذه الخطة وهي الذهاب بأبيهم إلى دار المسنين عندما تأتيه الغيبوبة وبالفعل استجاب الأبناء لزوجاتهم وعندما أوشك الأب على الدخول في الغيبوبة ابتسمت الزوجات وقلنا له سوف نأخذك لدار للعلاج وبعد أن راح الأب في غيبوبته هنأت الزوجات الثلاث بعضهن في فرحة كبيرة وذهب الأبناء بوالدهم إلى دار المسنين وقالوا للمسؤولين إن هذا الرجل وجدناه في الطريق ونريد أن نكسب الأجر فأتينا به عندكم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون رحب الدار المسنين بهذا الأمر على أنهم بالفعل وجدوا هذا الرجل بالطريق وليس له أحد إلا هؤلاء الذين جاءوا به لهذا المكان وعند خروجهم قالوا لبواب الدار إذا مات هذا الرجل فهذا رقم البيت ورقم الجوال فاتصل بنا عادت الذاكرة لهذا الأب فنادى على أبنائه الثلاثة ليحضروا له ماء للوضوء فجاء المسؤول والممرضون إليه وقالوا له أنت في دار المسنين سألهم الأب متى أتيت إلى هنا؟ قالوا أتيت في يوم كذا وذكروا له أوصاف الأبناء الذين جاءوا به قال الأب بحزن شديد هؤلاء أولاد الثلاثة ثم رفع يديه ودعا عليهم اللهم كما فعلوا بي هذا الفعل اللهم فأرني وجوههم تلتهب نارا يوم القيامة واحرمهم من الجنة ثم طلب الأب المدير المسؤول بالدار وكتب جميع عقاراته وأملاكه وقفا لهذا الدار ولم يتحمل هذه الصدمة وتوفي في الحال فرح الأبناء بعدما اتصل بهم البواب وأعطوه مبلغا من المال وذهبوا فرحين ليستولوا على أملاك أبيهم ولكنهم فوجئوا برجال الأمن يوقفونهم ليخبروهم أن هذه الأملاك كلها أصبحت ملكا لدار المسنين بل ويجب على كل منهم أن يخرج من شقته التي يسكن فيها هذا في الدنيا قبل الآخرة إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون شيخ عجوز يجلس مع ابنه وأثناء حديثهما طرق الباب فجأة فذهب الشاب ليفتح الباب وإذا برجل غريب يدخل البيت دون أن يسلم متجها نحو الرجل العجوز قائلا له اتق الله وسدد ما عليك من الديون فقد صبرت عليك أكثر من اللازم ونفد صبري حزن الشاب لرؤية أبيه في هذا الموقف السيء وأخذت الدموع تترقرق في عينيه ثم سأل الرجل كم على والدي لك من الديون أجاب الرجل أكثر من تسعين ألف ريال فقال الشاب دع والدي وشأنه وأبشر بالخير إن شاء الله ثم اتجه الشاب إلى غرفته ليحضر المبلغ للرجل فقد كان بحوزته سبعة وعشرون ألف ريال جمعها من رواتبه أثناء عمله وقام بالدخارها اليوم زواجه الذي ينتظره بفارغ الصبر ولكنه آثر أن يفك به ضائقة والده دخل الشاب إلى المجلس وقال للرجل هذه دفعة من دين والدي وأبشر بالخير ونسدد لك الباقي عما قريب إن شاء الله بك الشيخ بكاء شديدا طالبا من الرجل أن يقوم بإعادة المبلغ إلى ابنه فهو يحتاجه إلا أن الرجل رفض أن يلبي طلبه فتوجه الشاب إلى والده وقبل جبينه وقال له يا والدي قدرك أكبر من ذلك المبلغ في اليوم التالي وبينما كان الشاب في وظيفته متعبا زاره أحد أصدقائه وقال له كنت بالأمس مع أحد كبار رجال الأعمال وطلب مني أن أبحث له عن رجل أمين وأخلاقه عالية ولديها طموح وقدرة على إدارة العمل بنجاح فلم أجد شخصا أعرفه يتمتع بهذه الصفات غيرك أنت فما رأيك في استلام العمل؟ امتلأ وجه الشاب بالبشرى وفي المساء كان الموعد المرتقب بين رجل الأعمال والشاب وارتاح الرجل له كثيرا وسأله عن راتبه فقال له راتبي عبارة عن خمسة ألاف ريال فرد الرجل عليه اذهب صباح غد وقدم استقالتك وراتبك من الآن خمسة عشر ألف ريال بالإضافة إلى عمولة على الأرباح وبدل سكن وسيارة من أحدث الطراز وراتب ستة أشهر تصرف لك لتحسين أوضاعك فما إن سمع الشاب هذا الكلام حتى بكى بكاء شديدا وهو يقول أبشر بالخير يا والدي سأله رجل الأعمال عن السبب الذي يبكيه فروا له ما حصل قبل يومين فأمر رجل الأعمال فورا بتسديد ديون والده وهذه يا ثمرة من يبر والديه ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون داخل السيارة ركب معي في السيارة أحد المعارف هو والده قبل عشرين عام وقد استغربت كيف أن الولد الشاب أدخل والده في المقعد الخلفي وركب هو بجانبي لكن الأغرب من ذلك أن محادثة بين الأب وابنه طالت وتحولت إلى مشادة كلامية لم أعرف كيف أوقفها وأنا أقود السيارة بين مكة وجدة وتطورت المشادة في النهاية لرفع الشاب يده عاليا مهددا والده بالضرب إن لم يسكت كانت مفاجأة كبيرة لي وقد علمت فيما بعد أن ذلك الشاب قد تعود على هذا العقوق مع والديه وأنها ليست المرة الأولى التي حدثت معي ذلك الشاب وبعد عشرين عاما وجدته في الطريق مع ابنه الأكبر فدعوته للركوب بالسيارة فتكرر المشهد أمام عيني مرة أخرى إذ بابنه يركب بجانبي ويترك والده ليجلس في المقعد الخلفي وأثناء الحديث حدثت مشادة بينه وبين ابنه وسمعت السبابا من الابن لأبيه بل رفع الابن يده على والديه وهدده بالضرب مثل ما كان يفعل والده في أبيه قبل عشرين عاما فسبحان الله نفس المشهد يتكرر بالتمام والكمال مشادة كلامية تنتهي بأن يهدد الابن أباه بالضرب لذلك عاتبته على سوء أدبه ثم أنزلته من السيارة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد ليكمن طريقه بنفسه وفي الطريق تحدث هذا الشاب الذي أصبح أبا عن سيرة حياته من يوم أن ركب هو ووالده معي منذ عشرين عاما وحتى اليوم فوجدت كيف أن الله العادل عز وجل يمهل ولا يهمل في معظم المعاصي إلا في العقوق فذلك الأب الذي أصبح الآن مسكينا حكى لي أنه على مدى العشرين سنة الماضية لم يدخل أمرا إلا وكان يتخبط فيه بين الفشل والعجز والخسارات المتتالية وحكى أيضا عن زوجة نكدية لا تبتسم أبدا وعن عمل مهين يطرد منه إلى عمل أحقر منه حتى عندما جاءه رزق لم يخطر على باله دخل به في أعمال فخسرها في مدة قصيرة جدا وكادت الديون تعصف به وبأسرته وتلقي بهم إلى الشارع كما تكالبت عليه الأمراض وهو ما زال في ريعان شبابه وحتى اليوم وقد أقر بنفسه وهو يبكي وبعد فوات الأوان أن التعامل مع الوالدين دين سيرده الله إليك إن أحسنت معهما أحسن أولادك إليك وإن أسأت إليهما رد إليك الأبناء الإساءة وأكثر لقد ندم الأب أشد الندم على عقوقه لوالديه لأن ابنه يكرر ذلك معه فسبحان رب العدل وصدق رسوله الكريم حيث قال بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا البغي والعقوق وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رجل طيب من السعودية من عامة الناس أصبح صاحب أغرب قضية في المحاكم السعودية قضية بين أخوين في المحكمة اسمه حيزان الفهيدي وهو رجل مسن بكى في المحكمة حتى ابتلت لحيته فما الذي أبكاه؟ ما أبكى حيزان هو خسارته قضية غريبة من نوعها فقد خسر القضية أمام أخيه لرعاية أمه العجوز التي لا تملك سوى خاتم من نحاس أي أن التنافس على رعايتها كان من أجل البر بها وليس من أجل مال تملكه كانت الأم في رعاية ابنها الأكبر حيزان الذي يعيش وحيدا وعندما تقدمت به السن جاء أخوه من مدينة أخرى ليأخذ والدته لتعيش مع أسرته لكن حيزان رفض محتجا بقدرته على رعايتها وكان أن وصل بهم النزاع إلى المحكمة ليحكم القاضي بينهما لكن الخلاف احتدم وتكررت الجلسات وكل الأخوين مصر على أحقيته برعاية والدته وعندها طلب القاضي حضور الأم لسؤالها فأحضرها الأخوان يتناوبان على حملها وبسؤالها عن من تفضل العيش معه قالت وهي مدركة لما تقول هذا عيني مشيرة إلى حيزان وهذا عيني الأخرى مشيرة إلى أخيه وعندها الطر القاضي أن يحكم بما يراه مناسبا وهو أن تعيش مع أسرة الأخ الأصغر فهو الأقدر على رعايتها من حيث فرق السن وهذا ما أبكى حيزان ما أغلى الدموع التي سكبها حيزان دموع الحسرة على عدم قدرته على رعاية والدته بعد أن أصبح شيخا مسنا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما أكبر حظ الأم لهذا التنافس الذي يثبت أنها ربت ولديها أعظم تربية وبعد أن حكمت المحكمة وأثناء بكاء حيزان فوجئ بأخيه يصر على أخذه معه ليعيش معه ومع أمه حتى آخر العمر ففرحت الأم وفرح حيزان لأنه سيخدم أمه قدر استطاعته وسيراها كل يوم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوه وخير مما يجمعون قبل أن يبلغ إبراهيم العاشرة من عمره كان والده قد قام بتحفيظه القرآن كاملا وعوده على صلاة كل الفروض معه بالمسجد وعند دخوله الجامعة أصر والده على تعنيمه لغة أجنبية وبعد تخرجه من الجامعة ظن إبراهيم أن والده سيرشحه للسفر إلى بلد أوروبي ليعود له بالأموال الكثيرة إلا أنه فجأ بوالده يقول له قبل أن أتزوج والدتك كنت عاشقا لكرة القدم ولم تكن الصحوة الدينية والدعوة مثل الآن ورغم ذلك كنت ملتزما وأحافظ على الصلاة وفي إحدى مباريات فريقي الذي أشجعه وكانت خارج البلاد مع فريق إفريقي سافرت معه وأثناء وجود بغرفتي بالفندق طرق علي الباب وإذا بصوت امرأة شابة تطلب مني أن أفتح فأخبرتها بأنني شاب مسلم وليس عندي أحد ولا يجوز أن تدخل علي فأخبرتني أنها من جماعة دينية وثنية وتريد أن تعطيني بعض الكتب والنشرات وعندما رفضت طلبها وضعت فمها على ثقب الباب وأخذت تتكلم عن دينها وتشرح مبادئ عقيدتها لمدة عشر دقائق ثم قالت أشعر الآن بالراحة لأني بدلت ما أستطيع في سبيل خدمة ديني ومنذ ذلك اليوم وأنا أعدك لتحمل هم الدعوة وتبلغ الإسلام إلى هذه الدول الأفريقية يا بني منذ زمن وأنت تسألني لماذا أعلق آية إن إبراهيم كان أمة في أكثر من مكان في البيت وجاء الوقت لأخبرك هناك رجل بأمة كسيدنا إبراهيم الذي سميتك على اسمه وهناك أمة وللأسف لا تساوي رجلا والعمل للدين مسؤولية الجميع وهم الإسلام موكل حمله على الكل وأنا أحملك هذا الهم وأذكرك برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي تحمل ما لا يتحمله بشر من أجل الدعوة كما أذكرك بحديثه لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم استمع إبراهيم لكلام أبيه وبالفعل غادر إلى أكبر البلاد الإفريقية بلد عمه الفساد وتغلغلت فيه عوامل الجريمة والضياع وعندما ذهب إلى السكن الذي سيقيم فيه نظر إلى اللوحة المعلقة أمامه وإذا به يسكن أمام سجن الولاية الكبير بدأ يتأملها بعد أن توقف بالقرب منها وأفكار عدة تراوده ماذا لو خرج بعض السجناء هروبا واختبأوا في شقته ماذا لو خرج أحدهم معتدى عليه وإذ بفكرة سريعة تطرأ على باله جعلته يذهب لمقابلة مدير السجن ويتعرف عليه ثم يطلب منه أن يلقي محاضرة دينية على السجناء وافق مدير السجن على طلبه بعد أن أمهله أياما يستشير فيها قياداته وبعد الموافقة دخل إلى ساحة السجن الكبرى وبدأت المحاضرة وسط صخب وإزعاج وبعد قليل خف الضجيج ثم اختفى تماما وكان مقررا له ساعة وإذا بها تمتد لساعات كانت نهايتها إسلام جملة من الأفارقة والبعض وعده بالتفكير فيما سمعه خرج إبراهيم من السجن فرحا وحمد الله على نعمه وبعد مضي شهرين إذا بمأمور السجن يتصل به ليلقي محاضرة شبيهة وقال له إن سجن نال الجائزة الأولى للسجن المثالي على مستوى الدولة وأريد أن أستمر على هذه المنزلة لأنال بعد ذلك الترقية فسأله إبراهيم لماذا ألقي محاضراتي رغم أنهم يتركون دينك ويسلموه قال المأمور لأن الذين أسلموا تغير حالهم تماما وشاهدت فيهم النظافة والأخلاق الكريمة والأدب والطاعة والالتزام بالتعليمات والهدوء النفسي وعدم المشاغبة وهذا جعلني أحصل على الجائزة الأولى وهذا ما يهمني بعد ذلك قرر إبراهيم أن يخصص جزءا من وقته للدعوة في السجون فدخل العشرات منها وأسلم على يديه الآلاف بعدما قرر أن يؤسس مكتبة إسلامية صغيرة وجذابة في كل سجن ووافق المسؤولون على فكرته بشرط أن يطلع على محتويات المكتبة وبعد خمسة أعوام عاد إبراهيم إلى بلاده بعد أن تم بتوفيق الله إسلام ما يقرب من المليون فرد وكم كانت فرحة أبيه بعد سماعه للنجاح الذي حققه ولده بفضل الله وحقق له أغلى أمنياته ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حض عظيم إنه غراب كان هناك أب في الخامسة والستين من عمره يجلس مع ابنه وهو في الثالثة والثلاثين من عمره وإذا بغراب يطير بالقرب من النافذة ويصيح فسأل الأب ابنه عن هذا الطائر فقال له الابن هذا غراب وبعد دقائق كرر الأب نفس السؤال فقال الابن بضيق إنه غراب وبعد دقائق أخرى عاد الأب السؤال وسأل للمرة الثالثة ما هذا فقال الابن غاضبا وقد ارتفع صوته إنه غراب يا أبي تعيد علي نفس السؤال ثلاث مرات إنه غراب هل هذا صعب عليك فهمه عندئذ قام الأب وذهب لغرفته في هدوء دون أن ينطق بكلمة واحدة ثم عاد بعد دقائق ومعه بعض أوراق قديمة من مذكراته اليومية ثم أعطاها لابنه وقال له اقرأها بصوت مرتفع بدأ الابن يقرأ اليوم أكمل ابني ثلاث سنوات وها هو يمرح ويلعب وإذا بغراب يصيح في الحديقة فسألني ابني ما هذا فقلت له إنه غراب وعاد وسأل لي نفس السؤال عشرين مرة وأنا أجبته في العشرين مرة واحتضنته وقبلته وضحكنا معا حتى تعب فحملته وذهبنا فجلسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا ذهب شاباني إلى شاطئ البحر ومعهما عشاؤهما وأثناء تناولهما للعشاء جاءت سيدة كبيرة في السن وأخذت تلتقط الطعام المتناثر على الأرض وتأكله فسألها أحدهما إن كانت جائعة فقالت له أنا هنا منذ الصباح ولم أتذوق طعاما أو شراب وقد أتى بي ولدي إلى هنا وأجلسني في هذا المكان ثم تركني وأخبرني بأنه سيعود ويأخذني معه بعد وقت قصير أعطى الشاباني للسيدة العجوز طعاما فتناولته وعندما تأخر الوقت وحل البرد على المكان حمل الشابان أغراضهما واستعدى للرحيل شعر الشابان أنه ليس من المرؤة أن يترك هذه العجوز في هذا المكان وهذا الوقت بمفردها فسألها أحدهما إن كان معها رقم هاتف ابنها ليتصل به ويأخذها معه فأجابته أن ابنها قد كتب رقم هاتفه في ورقة ثم أعطته تلك الورقة والمفاجأة الكبرى عندما قرأ الشابان المكتوبة في هذه الورقة فقد كتب الابن فيها من يجد هذه السيدة يذهب بها إلى دار المسنين أخذ الشابان يترجيان هذه السيدة لمدة ساعة لتذهب معهما إلى مكان آمن أو أي مكان تريده ولكنها رفضت لأن ولدها وعدها بالعودة ولا تريد أن تغادر المكان كي لا يتعب ولدها في البحث عنها عندما يعود ولا يجدها ولأنها لا تعلم أن ولدها قد تخلى عنها أخذت تردد لهما سيعود ولدي وسيأخذني معه وسأنتظر عودته هنا عندما رفضت السيدة كل محاولات الشابين بالذهاب معهما اضطر إلى مغادرة المكان وتركاها لم يستطع أحد الشابين أن ينام وهو يفكر في مصير هذه السيدة المسكينة فنهض من فراشه وبدل ملابسه واستقل سيارته وذهب للشاطئ عندما وصل الشاب وجد سيارة الإسعاف وسيارة الشرطة بالمكان ووجد الناس مجتمعين والسيدة قد فارقت الحياة بعد أن ارتفع ضغطها بسبب خوفها على ابنها أن يكون قد أصيب من مكروه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا تقول سيدة عجوز لي ثلاثة أبناء وقد تزوجوا فزرت الكبير يوما وطلبت أن أبيت معهم وفي الصباح طلبت من زوجته أن تأتيني بماء للوضوء فتوضأت وصليت وسكبت باقي الماء على الفراش الذي كنت أنام عليه فلما جاءتني بشاي الصباح قلت لها يا ابنتي هذا حال كبار السن لقد تبولت على الفراش فهاجت الزوجة وماجت وأسمعتني سيلا من قبيح الألفاظ ثم طلبت مني أن أغسله وأجففه وأن لا أفعل ذلك مرة أخرى وإلا تكمل السيدة العجوز وتقول تظاهرت بأني أكتم غيظي وغسلت الفراش وجففته ثم ذهبت لأبيت مع ابني الأوسط وفعلت نفس الشيء فاغتاضت زوجته وصرخت وأخبرت زوجها الذي هو ابني فلم يسجرها أو حتى يعاتبها ويطيب خاطري فخرجت من عندهم لأبيت مع ابني الصغير وصلت إلى بيت ابني الصغير وفعلت نفس الشيء الذي فعلته مع زوجتي ابني الأكبر والأوسط فلما جاءتني زوجته بشاي الصباح وأخبرتها بتبولي على الفراش قالت لي لا عليك يا أمي هذا حال كبار السن كم تبولنا على ثيابكم ونحن صغار ثم أخذت الفراش وغسلته وطيبته فقلت لها يا بنيتي إن لي صاحبة أعطتني مالا وطلبت مني أن أشتري لها حليا وأنا لا أعرف مقاسها وهي في حجمك بالضبط فأعطني مقاس يديك ثم ذهبت السيدة العجوز إلى السوق وكان لها مال كثير فاشترت ذهبا بكل مالها ثم دعت أبناءها وزوجاتهم في بيتها وأخرجت الذهب والحلي وحكت لهم أنها صبت الماء على الفراش ولم يكن تبولا ثم وضعت الذهب في يد زوجة ابنها الأصغر وقالت هذه ابنتي التي سوف ألجأ إليها في كبري وأقضي باقي عمري معها وعندها فصعقت الزوجتان وتملكهما الندم أشد الندم فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون جلست الأم ذات مساء تساعد أبناءها في مراجعة دروسهم وأعطت طفلها الصغير البالغ الرابعة من عمره كراسة للرسم حتى لا يشغلها عما تقوم به من شرح ومذاكرة لإخوته الباقين وفجأة تذكرت أنها لم تحضر طعام العشاء لوالد زوجها المسن الذي يعيش معهم في حجرة خارج المبنى في فناء البيت وكان لا يترك حجرته لضعف صحته فأسرعت الأم بالطعام لوالد زوجها وسألته إن كان بحاجة لأية خدمات أخرى ثم تركته وعندما عادت الأم إلى أبنائها لاحظت أن الطفل الصغير يقوم برسم دوائر ومربعات ويضع رموزا فسألته ما الذي ترسمه يا حبيبي؟ فأجابها بكل براءة إني أرسم بيت الذي سأعيش فيه عندما أكبر وأتزوج فرحت الأم بإجابة طفلها ثم سألته وأين ستنام؟ أخذ الطفل يريها كل مربع ويقول هذه غرفة النوم وهذا المطبخ وهذه غرفة الضيوف وأخذ يعدد كل ما يعرفه من غرف البيت وترك مربع منعزلا خارج الإطار الذي رسمه ويضم جميع الغرف فتعجبت الأم وسألته ولماذا هذه الغرفة خارج البيت ومنعزلة عن باقي الغرف؟ أجاب الطفل إنها لك سأضعك فيها تعيشين كما يعيش جد الكبير نزل كلام الإبن على أمه كالصاعقة وأخذت تسأل نفسها هل سأكون وحيدة خارج البيت في الفناء دون أن أتمتع بالحديث مع ابني وأطفاله وآنسوا بكلامهم ومرحهم عندما أعجز عن الحركة من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وهل سأقضي ما بقي من عمري وحيدة بين أربعة جدران دون أن أسمع لباقي أفراد أسرتي صوتا نادت الأم على الخدم ونقلت بسرعة أثاث الغرفة المخصصة لاستقبال الطيوف والتي عادة تكون أجمل الغرف وأحضرت سرير والد زوجها ونقلت الأثاث المخصصة للطيوف إلى غرفته خارجا في الفناء وما إن عاد الزوج من عمله حتى فوجأ بما رأى وأعجب به ثم سألها ما الداعي لهذا التغيير أجابته الدموع في عينها أختار أجمل الغرف التي سنعيش بها أنا وأنت إذا أعطانا الله عمرا وعجزنا عن الحركة وليبقى الضيوف في غرفة الفناء ففهم الزوج ما قصدته وأثنى عليها لما فعلته لوالده الذي كان ينظر إليهم ويبتسم بعين راضية وما كان من الطفل إلا أن مسح رسمه وابتسم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير كان هناك شاب يعيش مع والدته بعد أن توفي والده من زمن طويل وصممت والدته أن تجعله يكمل دراسته وأن تتحمل هي وحدها كافة مصاريفه فكانت تعمل وتنفق عليه وعلى دراسته وتمنعه من العمل حتى يتمكن من الدراسة قبل أن ينتهي الشاب من إكمال دراسته توفيت الأم رحمه الله فحزن قلبه لفراقها وبكى عليها كثيرا ونذر لله عز وجل أن يخرج من راتبه بشكل شهري مبلغا يجعله للفقراء والمحتاجين وفي نيته أن يكون ثواب وأجر هذه الصدقة إلى أمه كما أقسم على نفسه أنه لن تفوته سجدة واحدة إلا ودعا لأمه وأن يتصدق ويبني المساجد ويأتي بالبرادات ويفعل الخير الكثير ويهب ثواب وأجر كل هذا إلى أمه مرت الأيام وتزوج الشاب وأنجب ولدا سماه محمدا وفي يوم من الأيام وبينما هو خارج للصلاة رأى مجموعة من الرجال يضعون براد ماء في مسجد حيهم فضاق صدره عندما أدرك أنه نسي هذا المسجد قائلا في نفسه لقد وضعت في أماكن كثيرة ونسيت أن أضع برادا في مسجد حينا وبينما هو يفكر في ذلك فإذا بإمام المسجد يلحق به ويناديه قائلا بارك الله فيك وجزاك خيرا يا أبا محمد على براد الماء تعجب الرجل من كلام الشيخ وقال ولكن هذا البراد ليس مني فقال الشيخ بل هو منك أحضره اليوم ابنك وقال أنه منك وإذا بابنه الصغير يقبل عليه ويقبل يده ويقول إنه مني يا أبي ولكنني نويت أن أهب أجره لك وأدعو الله عز وجل أن يتقبله سقاك الله من أجره بسلسبيل الجنة دمعت عين الرجل وسأل ابنه ومن أين أحضرت ثمنها يا بني وأنت لا تزال في الصف الأول الثانوي ولا تعمل وليس لك دخل فقال الإبن منذ خمس سنوات بدأت أجمع وأدخر المال من مصروفي ومن أي مال تعطيني إياه حتى تمكنت اليوم من شراء هذا البراد لأبرك به كما بررت جددي رحمه الله على مدار سنوات ورأيتك تفعل ذلك دائما في كل موضع وحين فسبحان الله صدق من قال قديما البر دين وسيعود لك يوما في أولادك والعقوق كذلك سيرجع لك يوما ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تقول فتاة ذات خلق ودين في أول يوم من أيام الشهر رمضان الكريم وأثناء صلاة الترويح وقفت بجانب في الصف الأول طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات وقد صلت أول ركعة معنا كما نصلي ثم جلست على الأرض وعندما كنا نصل للسجود تسجد معنا وتدعو بخشوع شديد والدمعة في عينيها ولكنها لا تقف ولا تركع وتصر على وقوفها في الصف وفي الاستراحة بين الأربع ركعات قلت لها هل يصح أن نسجد فقط ونترك بقية الصلاة فصمتت قليلا ثم قالت لا أدري ولكني أريد أن أكلم الله في أمر مهم فسألتها ولماذا السجود فقط أجابت أمي قالت لي أننا في السجود نكون قريبين جدا لله بالطبع اشتقت لمعرفة الموضوع الهام الذي جاء بها للمسجد وفي الصف الأول ولذلك قلت لها أخبريني بالأمر الهام وأنا أدعو لك بما تريدين تحقيقه صمتت قليلا ثم قالت أريد أن يأتي يا أبي إلى المسجد بدلا من المقهى ويصلي الفجر معنا ولا يغضب أمي كما يفعل هذه الأيام وقبل أن أرد عليها جاءت طفلة أكبر منها بعمين تقريبا ونادت عليها قائلة صفية هيا نذهب للبيت أريد أن أنام في الحقيقة بعد أن غادرت صفية المسجد شغل عقلي سؤال حيرني ما الذي فعله والد صفية في حياته كي يرزقه الله بصفية وبذرية نباتها حسن تدعو له وتحمل هم صلاح حاله ومن قبلها رزقه بزوجة تعلم ابنتها الدعاء وتعلمها معنى القرب من الله في السجود وتربيها على الدعاء وترسلها إلى المسجد مع أختها والذي أثق فيه تماما أن الله سيقبل دعاء هذه الطفلة في اليوم الثاني وقبل موعد صلاة الترويح بنصف ساعة وجدت صفية في نفس المكان فانتهست هذه الفرصة وسألتها إن كان بيتها قريب أو هل أمها في البيت وأين والدها الآن فعرفت أن البيت قريب من المسجد وأن والدها بالمقهى وأمها مع أخيها الرضيع بالبيت فقلت لها هيا بنا لأتعرف على والدتك وسنعود لصلاة الترويح ذهبت مع صفية لبيتها فرحبت بي الأم ترحيبا حارا دون أن تعرفني فأخبرتها ما دار ليلة أمس بيني وبين صفية فابتسمت وقالت لي والدها من أطيب الناس كان لا يترك فرضا وحسن المعاملة ولأنه لا يرضى بالفساد وكان له بعض العاملين معه في المصنع واتهموه بما لم يفعله وفجأ برئيسه في العمل ليؤيد كلام العاملين في التحقيق ويكذبه وتم فصله من العمل ومن يومها وهو في حزن وهم وأصبح يتصرف معي بعصبية شديدة وكذلك مع أولادنا وأصبحنا لا نملك إلا الدعاء له وقبل أن أرد عليها وأنصحها بشيء فوجئت بزوجها يدخل علينا مبتسما وفي سعادة كبيرة وحمل صفية وأخذ يقبلها وهو لا يشعر بوجودي ثم قال لزوجته لقد ظهر الحق اتصل بي أحد زملاء العمل وأخبرني بمعاقبة كل الفاسدين وتبرئتي وتعييني رئيسا للوردية كانت سعادتي كبيرة فقلت في نفسي ما أعظمك يا الله لم ترد دعاء صفية وأختها رغم ابتعاد والده مع بيتك الذي كان من قبل يأتيك فيه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين في عام 1990 ولد الطفل الأمريكي أليكزاندر لأبوين مسيحيين وقررت أمه منذ البداية أن تتركه ليختار دينه بنفسه فعندما بلغ عمره ست سنوات أحضرت له كتبا دينية في شتى الأديان وبعد قراءة متفحصة أعلن إسلامه وعمره ثماني سنوات بل وتعلم كل شيء عن أركان الإسلام والإيمان كما حفظ كثيرا من القرآن الكريم وعرف الكثير من الأحكام الشرعية دون أن يلتقي بمسلم واحد وسمى نفسه محمد عبد الله تيمنا باسم النبي صلى الله عليه وسلم والذي طالما أحبه استضافته أحد القنوات الإسلامية وكان بصحبة والدته وكان مقدم البرامج يستعد لإلقاء الأسئلة على الصغير ولكنه فوج أبي محمد هو الذي يسأله كيف يمكنني أداء الحج والعمر؟ هل الرحلة مكلفة؟ من أين أشتري ملابس الإحرام؟ وعده المذيع بالإجابة على أسئلته بعد انتهاء الحلقة مباشرة وأثناء اللقاء علم المذيع من المسلم الصغير أنه كان مشهورا في مدرسته فحينما كان يأتي موعد الصلاة كان يقف وحده ويؤذن ثم يقيم الصلاة وحده فسأله المذيع هل قابلتك مشاكل أو مضايقات في ذلك؟ فأجاب بحسرة في بعض الأحيان كانت تفوتني بعض الصلوات بسبب عدم معرفة بالأوقات ثم سأله ما الذي جذبك إلى الإسلام؟ فأجاب كل الأسئلة التي كانت تدور في عقلي وتتعبني لم أجد إجابة مقنعة ومفصلة لها إلا في الإسلام ووجدت أنني كلما قرأت عنه أكثر أحببته أكثر كما أن وصف الله عند المسلمين أبهرني وجعلني أختار الإسلام سأله المذيع ما هي أمنياتك؟ فأجابه الصغير في لهفة لدي أمنيتان الأولى أن أصبح كاتبا أو مصورا لأنقل الصورة الصحيحة عن المسلمين تؤلمني كثيرا أفلام أمريكا القدرة التي تشوه صورة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم والثانية أتمنى أن أذهب إلى مكة المكرمة وأقبل الحجر الأسود هنا تدخلت أمه المسيحية قائلة تمتلئ حجرته في منزلنا بصور كعبة المسلمين ولقد ادخر من مصروفه الأسبوعي ثلاثمائة دولار ليزورها ويعتقد الناس أن ما يفعله محمد هو نوع من المغامرة ولكن ولدي لديه إيمان حقيقي لا يشعر به الآخرون ثم سأله المذيع هل صمت رمضان؟ فأجاب محمد نعم صمت العام الماضي وتحداني والدي بأنني لن أستطيع ولكنه ذهل عندما فعلت ذلك سأله المذيع هل تأكل مع والديك لحم الخنزير؟ فأجاب الخنزير حيوان قذر جداً أنا لا أكله ولا أعرف كيف يأكله الناس سأله المذيع هل تصلي في المدرسة؟ فأجاب نعم وقد اكتشفت مكاناً سرياً في المكتبة أصلي فيه كل يوم وأثناء الحديث حان وقت صلاة المغرب فنظر محمد إلى المذيع قائلاً هل تسمح لي بالأذان؟ ثم قام وأذن في الوقت الذي غرورقت فيه عين المذيع والعاملين بالدموع وبعد صلاة المغرب فاجأ المذيع محمداً بتسليمه دعوة مجانية مفتوحة للحج والعمرة في العام الذي يناسبه فبكى من فرحته بالمفاجأة التي حلم بها وتمناها كثيراً تعجب الأب التقي من أبنائه الثلاثة الذين في سن الشباب حيث كان يجدهم في هم ومشاكل دائمة وقد علم بخبرته أن معظم مشاكلهم بسبب هجرهم للقرآن الكريم فكل واحد منهم يضع المصحف داخل علبة قطيفة على مكتبه ولكن لا أحد يفتحه ليقرأه وينتفع بما فيه بل يكتفي بتقديسه وتقبيله يومياً فجمعهم في أحد الأيام وقال لهم هذه القصة سافر أب إلى بلد بعيد سعياً وراء الرزق تاركاً زوجته وأولاده الثلاثة وكان أبنائه يحبونه حباً جماً ويكنون له كل الاحترام أرسل الأب رسالته الأولى إلا أنهم لم يفتحوها ليقرأوا ما بها بل أخذ كل واحد منهم يقبل الرسالة ويقول أنها من عند أغلى الأحباب وتأملوا الظرف من الخارج ثم وضعوا الرسالة في علبة قطيفة وكانوا يخرجونها من حين لآخر لينظفوها من التراب ويعيدونها ثانية وهكذا فعلوا مع كل رسالة أرسلها أبوهم ومضت السنون وعاد الأب ليجد أسرته لم يبق منها إلا ابناً واحداً فقط فسأله الأب أين أمك؟ قال لقد أصابها مرض شديد ولم يكن معنا مال لننفق على علاجها فماتت قال الأب لماذا ألم تفتحوا الرسالة الأولى لقد أرسلت لكم فيها مبلغاً كبيراً من المال قال الإبن لا لم نفتحها فسأله أبوه وأين أخوك؟ قال الإبن لقد تعرف على بعض رفاق السوء وبعد موت أمي لم يجد من ينصحه ويقومه فذهب معهم تعجب الأب وقال لماذا ألم يقرأ الرسالة التي طلبت منه فيها أن يبتعد عن رفقاء السوء وأن يأتي إليه؟ رد الإبن قائلاً لا لم يفتحها قال الرجل لا حول ولا قوة إلا بالله وأين أختك؟ قال الإبن لقد تزوجت ذلك الشاب الذي أرسلت تستشيرك في زواجها منه وهي تعيسة معه أشد التعاسى فقال الأب ثائراً ألم تقرأ هي الأخرى الرسالة التي أخبرها فيها بسوء سمعة وسلوك هذا الشاب ورفضي لهذا الزواج؟ قال الإبن لا لم تفتحها لقد احتفظنا بتلك الرسائل في هذه العلبة الجميلة دائماً نعظمها ونقبلها ولكننا لم نقرأها ثم قال الأب لأبنائه الثلاثة لقد تفكرت في شأن تلك الأسرة وكيف تشتت شملها وتعست حياتها لأنها لم تقرأ رسائل الأب إليها ولم تنتفع بها بل واكتفت بتقديسها والمحافظة عليها دون العمل بما فيها وأنتم يا أبنائي تفعلون مثلهم الآن تضعون مصاحفكم داخل علب فاخرة وتقبلونها يومياً دون أن تفتحوها وتنتفع بما في هذا القرآن وقد أنزله الله كمنهاج كامل لتستقيم حياة الناس إذا ساروا على نهجه كما قال ربنا عز وجل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون ولأنكم لم تتبعوه غلبكم الهم وانتصرت عليكم المشاكل واستسلمتم لها فاستغفروا ربكم وأخرجوا القرآن واقرأوا ما فيه واعملوا به ولا تهجروه أبدا والجأوا إلى منزل القرآن في السراء والضراء إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقروا وهو عليهم عما أولئك ينادون من مكان بعيد شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له أدعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤالا فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار؟ فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة؟ بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كارم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا عند صلاة الفجر وضعت الزوجة طفلا جميلة وشاء الله أن تفارقه أمه بعد وضعه بلحظات وقبل موتها نادت زوجها وقالت له يا مصطفى ولدي أمانة في يديك فحافظ عليه وعوضه حناني بحنانك وإياك أن تشعره يوما بأنه يتيم عاش المولود أحمد مع أبيه عاما كاملا وكان أبوه يحبه حبا كبيرا وبعد عام قرر الزواج من زوجة تساعده في تربية أحمد ورعايته وبعد عام أنجبت الزوجة الجديدة ولدت سمته رامي ومن يومها بدأت تحقد على أحمد وتكرهه وتفرق بينه وبين أخيه في المعاملة واستمر هذا الوضع تسع سنوات حتى مرض الأب مرضا شديدا فأوصى زوجته وهو على فراش الموت قائلا لها حافظي على ولدي ولا تفرق بينهما ولا تحرميهما من بعضهما وعامل أحمد معاملة طيبة لأنه من اليوم سيصبح يتيم الأبوين مات الزوج وبعدها مباشرة أظهرت الزوجة كرهها وحقدها لأحمد فإذا احتاجت شيئا من خارج المنزل توقظ أحمد من نومه وترسله لشراء ما تريد فكانت تشتري الثياب الجديدة لابنها وتحرم أحمد من كل شيء حتى المدرسة أخرجت أحمد منها وجعلته يرعى الأرض منذ صغر سنه وكانت دائما تضربه دون سبب فشعر أحمد بالظلم والقهر وعندما أبدأ اعتراضه عما يحدث طردته الزوجة من البيت وعندما ذكرها بوصية أبيه صرخت في وجهه وأخرجته بالقوة وأغلقت الباب خلفه في ظلام الليل وفي البرد القارس خرج أحمد باكيا لا يعرف أين يذهب وليس في فمه إلا مناجات ربه يا رب ليس لي سواك لا أم ولا أب ولا قلب حنون يعطف عليه وظل ماشيا حتى الفجر لا يعرف إلى أين حتى رأاه شيخ كبير أثناء خروجه لصلاة الفجر فأخذه معه للمسجد وبعد أن صلى الفجر معه حكى أحمد قصته للشيخ فابتسم له وأخذه إلى بيته وأطعمه واهتم به ثم أعاده إلى المدرسة ليكمل تعليمه وظل يرعاه وينفق عليه مثل ابنه تماما حتى أصبح طبيبا وتمر الأيام والسنون ويصبح أحمد من أكبر الأطباء وفي أحد الأيام جاءه اتصال من المستشفى بضرورة حضوره لوجود حالة طارئة يأس منها جميع الأطباء وقد تمكن منها المرض فيذهب أحمد مسرعا ويدخل على المريضة التي قالت له لا تتعب نفسك يا ولدي هذه ذنوب يخلصها ربي مني لقد ظلمت طفلا يتيما ولم أنفذ وصية أبيه وحرمته من أخيه ومن مال أبيه أين أنت يا أحمد ليتك ترى حالي وتعلم كم أن الله عادل وتعلم أني حفظت لك حقك من أبيك عرف أحمد أن هذه المريضة هي زوجة أبيه فبكى بشدة وقال لها أنا أحمد ابن زوجك وشقيق رامي لقد سامحتك وأرجو من الله أن يغفر لك لقد كنت أبحث فيك عن حنان أمي التي لم أرها ولكن الشيطان دخل بيننا سامحك الله يا أمي وغفر لك هنا سمع رامي كلام أخيه من خارج الغرفة فأسرع ودخل واحتضن شقيقة وأخذ يبكي وقال له سامحنا يا أخي والله منذ أن غادرت البيت لم يدخل السرور إلى بيتنا وانتقم الله لك لقد ظللنا نبحث عنك سنوات والحمد لله أننا التقينا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون شاب جامعي تعب والده في البيت يوم الثلاثاء وأحس بآلام في قلبه وكان يوم الأربعاء هو امتحان نهاية العام للشاب بالجامعة وقد قال له والده أريدك أن تذهب بي إلى المستشفى حالا فقال الشاب لأبيه أنا في خدمتك يا أبي ولكن كن مطمئنا ستكون بخير إن شاء الله أخذ الشاب مذكراته التي سوف يمتحن بها في الغد وتوجه مع أبيه للمستشفى وبعد الكشفات والتحاليل قال له الطبيب والدك لابد أن ينام الليلة بالمستشفى فحالته تستدعي عناية مركزة استسلم الشاب لطلب الطبيب وجلس مع والده بالغرفة وكان والده متعبا جدا ولم يكن هناك متسع من الوقت للمذاكرة وظل يهتم بوالده حتى الساعة العاشرة مساء عندما نام والده وحاول الشاب أن يذاكر بعض الوقت إلا أنه شعر بالإرهاق ولم يستطع مقاومة النوم فنام بالقرب من والده بعد أن قام بضبط هاتفه على أذان الفجر ومع أذان صلاة الفجر استيقظ الشاب للصلاة وأيقظ والده وبعد الصلاة أعد طعاما خفيفا لأبيه أوصى به الطبيب وظل بجانبه يهتم به ثم بدأ في المذاكرة ولكنه لم يذاكر الكثير حتى بقي على موعد اختباره نصف ساعة فقبل رأس والده ويده وقال له أدعو الله لي بالتوفيق أنا ذاهب للامتحان رفع الأب يده إلى السماء ودعا لولده وذهب الشاب إلى قاعة الامتحان وبعد أن قام الدكتور بتوزيع الأوراق كتب الشاب ما يعرفه في ورقة الأسئلة قرابة ستين سؤالا لم يجب إلا على تسعة أسئلة والباقي لم يتذكر إجابته وكانت المادة طويلة جدا وعندما أعلنت النتيجة وجد هذا الشاب أنه حصل على الدرجات النهائية في تلك المادة التي لم يجب فيها إلا على تسعة أسئلة من ستين سؤالا فقال الشاب في نفسه لعل دكتور المادة أخطأ ذهب الشاب إلى دكتور المادة وذكر له اسمه كاملا ثم قال له هل يمكن أن أتأكد كم أخذت بالاختبار فقال له الدكتور مبارك عليك حصلت على ستين من ستين وفقك الله فقال الشاب للدكتور بكل أمانة أنا لا أستحق ذلك أنا لم أجب إلا على تسعة أسئلة فقط فكيف حصلت على هذه الدرجة بدأ الدكتور بمراجعة الأوراق فلم يجد ورقة باسم الشاب من بين أوراق زملائه الطلاب ثم قال الدكتور له اسمع يا بني ما الذي حدث مع ورقتك عندما كنت أصحح أوراق الطلاب في شرفة بيتي طارت ورقة مني أثناء التصحيح من شدة الهواء فجمعت باقي الأوراق ودخلت الغرفة ولعل الورقة التي طارت كانت ورقتك ولأني لا أريد أن أظلمك بشيء فقد أعطيتك الدرجة الكاملة ابتسم الشاب وقص على الدكتور ما حدث له مع أبيه ليلة امتحانه لمادته فضحك الدكتور وقال له لعله كارم من الله بسبب حسن برك بوالدك فمن ترك شيئا لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا